السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عابير عامر فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل خبر جديد وحصري تسمعوه أول ما بينزل إن شاء الله حريق شقة في مدينة الخصوص والحماية المدنية سيطرت على الحريق سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق شبة في شقة سكنية بمونتية الأمير دائرة قسم شرطة الخصوص في القليوبية دون خسائر بشرية الحمد لله وتحرر محضر بالواقع وتولت نيابة تحقيق تلقى العميد هيسة مشحاته مدير الحماية المدنية بمحافظة القليوبية بلاغ بنشوب بشقة سكنية بأحد العقارات في منطقة الأمير دائرة قسم شرطة الخصوص وتم اختر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتم الدفع بتلس سيارات إدفاق وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجورة وبالمعينة والفحص تبين أن العقار مكون من 14 طابق وأن الشقة محل الحريق بالطبق الثامن مكونة من غرفتين وصارة ومطبخ وحمام مستأجرة لشخص يدعى ألف عين ألف 35 سنة عامل وبسؤال مستأجر الشقة علل نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي ولم يصف الحريق عن أي إصابات أو خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقع طولة النيابة التحقيق